أهلاً و سهلاً بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير الخفيف اللطيف أرحبوا معي بضيفي و ضيفكم الأستاذ سعد بن عطية المولد نائب رئيسي مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم أهلاً و سهلاً أستاذ أستاذ السلامك الله و يا أهلا و يا مرحب بكم أبو بلال الحمد لله على السلامة الله يسلم شرفتنا في برنامج المجد الوطن الشرف الأنا حقيقي الذي نسعد دائماً بالعديد من الجمعيات والجهات في القطاع الثالث كلهم غالباً يشرفون من خارج الرياض فأنا ممتن لك على هذه الخطوة العزيزة رهزكم الخير وأنتم كذلك الشكر لكم حقيقي على هذه الاستضافة يا حبيب الغالي نحن نبدأ بتعريف عن محافظة الجموم باعتبار أنه قد يكون بعض المشاهدين أو كثير من المشاهدين ما يعرفون عنها معلومات أنا ذكرت لك قبلها و أني ما كنت أعتقد أنها محافظة نعم فإذا بك تصدمني بعديد من المعلومات التي أريد أن أصدف المشاهدين أيضاً أريد أن تعرفنا عن المحافظة و عدد سكانها و المراكز التي تتبع لها و هكذا أقول بسم الله و الحمد لله و السلام و رسول الله محافظة الجموم هي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة و هي البوابة الشمالية لمكة المكرمة يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة يتبع لها 8 مراكز عدد قرىها أكثر من 250 قرية و حقيقة أن المحافظة لها جانب تاريخي يعني من الآثار الموجودة في المحافظة مسجد الفتح هذا المسجد عسكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيام قبل أن يدخل إلى مكة و يذكر حقيقة النوقع أو المحافظة في السيرة بمر الظهران مر الظهران و سبب التسمية كما يقال أن مر الظهران بمعنى أن المنطقة تمرم بها كثير من السيور فسميت مر الظهران و يبدو كان اسمه وادي فاطمة و هذا شيء آخر نعم كانت اسمه وادي فاطمة طبعا فيه عدة روايات و لعله من أصحها نسبة إلى إمرأة إمرأة اسمها فاطمة الخزائية كانت في مكة تؤالج فأخرجها مر مكة إلى الوادي فسمي بوادي فاطمة هذه إحدى الروايات التي يذكرها محافظة الجموم حقيقة الجموم بمعنى الجم و هو الضعف المحافظة حقيقة معروفة بكثرة مياها و كثرة عيونها يعني أكثر من 350 عين كانت موجودة في المحافظة جميل إذا تقرير الجمعية جاهز يلا تخبروني حتى نعرضه للمشاهدين الجمعية التنمية الأسرية بالجموم لما نقول تنمية الأسرية أو تنمية الأسرة ماذا نقصد بهذا المصطلح؟ طبعا لا يخفى عليك أن الأسرة هي نواة المجتمع و الاهتمام بالأسرة هو اهتمام بالمجتمع فالتنمية تتعلق فيما يخص الأسرة من ناحية تأهيلها تنميتها تطويرها الحفاظ على استقرارها من خلال تقديم البرامج التوعوية التي تسعى إلى الحفاظ على الفرد في الأسرة طبعا الأسرة تتكون من الأب والأم والأبناء فنحن كجمعية حقيقة حرصنا أن تكون أهدافنا وبرامجنا تخص هذه الأسرة بكامل في أهدها إذن نتحدث عن ما يعني داني يقول تعزيز الروابط الأسرية بشكل واضح الجمعية متى تأسست؟ تأسست بالتحديد عشر صفر 1437 إذن الجمعية حديثة؟ نعم طبعا أنا لا أخفي دهشة الحقيقة من عدد سكان محافظة الجمهور الحقيقة لازلت مندهش و كأن المعلومات التي ذكرها لي فيما يتعلق بالمحافظة ومراكزها وقراها جديدتهم بالنسبة لي اسمح لي أن نشاهد التقرير والمشاهدون سويا ثم نعود لاستكمال الحوار نشاهد التقرير جمعية تنموية مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم سبعمائة وتسعة عشر تأسست في العاشر من صفر 1437 هجرية تقدم الجمعية خدماتها التنموية والإرشادية والتأهيلية للأسر بمحافظة الجموم والقرى التابعة لها رسالتنا تنمية الأسرة بأساليب علمية مدروسة وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة في المجتمع رؤيتنا الريادة في بناء وتنمية واستقرار الأسرة قيمنا روح المبادرة التعاون القيادة التميز الجودة تعمل الجمعية على أربعة أهداف رئيسية تقديم الإرشاد الأسري تقديم دورات للمقبلين على الزواج إصلاح ذات البين التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين إنجازات الجمعية المشاريع والبرامج أكثر من سبعين برنامج تم تنفيذه أعداد المستفيدين تجاوز مليون ومائتين وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة وستين مستفيد ثمانية مبادرات فعالة اجتماعيا وأسريا تجاوز عدد الشركاء أربعين شريك وراع رسمي المشاريع المستقبلية للجمعية شراء أرض تكون مقرا للجمعية تأسيس مركز الإرشاد الأسري عمل خطط استراتيجية وتخطيط استراتيجي إنشاء وقف للجمعية إطلاق مشروع الزواج الجماعي تأسيس نادي البناء تأسيس نادي سفيرات الأسرة تأسيس نادي ملهمات للمرأة بدعمكم يستمر العطاء مصرف الراجحي رقم جوال الجمعية رجال نساء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إنستجرام سنابشات موسيقى و مهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى و مهد البطولة عبر المدى و أمجدها فوقها من الزمن و بالفخر يستان مجد الوطن و أمجدها فوقها من الزمن لا أعلمت أن التقرير فيه كل المعلومات لأنني حرقت كل المحاور يا أخوان شكرا لكم إلى اللقاء في حلقتين قادمة طيب أنا أريد أن أعلق على المبادرات التي لدينا سبع مبادرات فعالة أو عشر مبادرات هناك مبادرات متعلقة بالجمعية و مبادرات متعلقة بالجائحة دعنا نأخذ لمحة عامة عن مبادرات الجمعية ثم نسولف عن الجائحة طيب ما هي أهم المبادرات في الجمعية؟ حقيقة الجمعية كما سمعتم لها أربع أهداف فحرصنا حقيقة في بداية نشأة الجمعية أن نركز على هدفين الأساسية و هو الإرشاد الأسري لحل المشكلات المتعلقة بالأسرة و تأهيل المقبلين و المقبلات على الزواج الجمعية حتى الآن حقيقة قدمت مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة فقدمت الديوانيات الأسرية قدمت الدورات التدريبية الخاصة بتربية الأبناء كذلك المتعلق بالمرأة كدورات تخصوديصية يقدمها متخصصين في الجانب الأسرية الجانب الأخر هو أن نقبل المقبلات على الزواج الجمعية قدمت أو أهلت أكثر من أربعمائة شاب وفتاة حتى الآن عبارة عن دورة تدريبية من ثلاثة أيام تتحدث أو تأخذ خمسة جوانب الجانب الشريعي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الصحي كذلك حقيقة لها برنامج جماهيري في العيد بعنوان عيدي مع أسرتي أحلى حقيقة الأسرة في المحافظة تحضر إليها يعني آخر مهرجان كان قبل تقريبا الجائحة بسنة حضروا أكثر من ألف مستفيد جميع أفراد الحضر حضروا حقيقة بالشراكة مع الجهات الحكومية وهذه المبادرات تقدمونها بشكل استباقي يعني أنتم تصممون المبادرة تنفذونها للمستفيدين قبل أن يحتاج المستفيد أن يطلب منكم ذلك أليس كذلك؟ هذا الجانب الجانب الثاني حقيقة أننا عندنا استبيانات نبين من خلالها احتياج المجتمعي فبناء على ما يأتينا من المستفيد نقدم بعض لكن وجدنا أنه كمحافظة في حاجة حقيقة إلى هذه المبادرات لكنكم تستقبلون على رقم مثلا مخصص نعم في جوال خاص بالجمعية على مستوى التأهيل أو التوفيق أو إصلاح لتلبين وغيرها نعم نعم عندنا الهاتف الاستشاري حقيقة مستمر الآن مقدمين على المركز الإرشاد الأسري والذي حقيقة يخدم جانب الهاتف الاستشاري وجانب الإصراح الأسري على أساس أنه الآن في طور تأسيسه بإذن الله العمر الذي أردت وأن أؤكد عليه الحقيقة وهو متعلق بأن الأسرة هي اللبنة الأولى أو الأساسية للمجتمع وبالتالي أي أثر ينغرس في الأسرة بشكلنا أو آخر فإنه ينعكس على المجتمع كله نشاط جمعية تنمية الأسرة و جمعيتكم ليس ترفا يعني هو نشاط جدا مهم و يحقق أهم المستهدفات يعني أقول في أهم عنصر للمجتمع وبالتالي التغير يفترض أن يكون قويا و خصوصا على مستوى مثلا تأهيل الراغبين في الزواج الأمر ليس بالهين الزواج مشروع حياة نعم الروابط الأسرية أمر هام جدا و مفصلي في حياة كل شخص ينتمي إلى أسرة و هكذا فأقصد فكرة أهمية نشاط الجمعية حقيقة الجمعية أسست بناء على هذا الاحتياج يعني الجمعية تعتبر الجمعية الوحيدة في المحافظة متخصصة في جامل الأسرة بل أول جمعية تخصصية تهتم بالأسرة على مستوى ثلاثة محافظات يشرف عليها مركز التنمية أبوهاد فاطمة بحراء الجموم الكامل يعني هذه أربع محافظات يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية طبعا مركز التنمية أبوهاد فاطمة تحت إشراف وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية أنتم حصلتم أو كرمتم من قبل مسشار خادم الحرمي الأمير خادر فيصل لو تكلمنا عن هذا التكريم ومناسبته وحن بالمناسبة نشاهد هذا الفيديو أو اللقطات لأنشطة الجمعية لو تكلمنا عن هذا التكريم الذي كرمتم به من قبل مسشار خادم الحرمي طبعا الجمعية حقيبتها أسرية حقيقة لكن عندما أتت جائحة كورونا حقيقة وكانت حالة استثنائية فالجهة المشرفة المركز التنمية الاجتماعية أسند إلى الفريق التطوعي حقيقة لدينا فريق تطوعي متميز وهو فريق العطاء فيه أكثر من 25 متطوع متطوعة فأسند إلينا بعض الأنشطة الاجتماعية التي تخرج على الأهداف الأساسية لكن هو أزمة وإحتياج فأسند لنا توزيع السلال الغذائية فكان هناك مبادرة بررا بمكة لأطلق صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمي الشريفين الأمير خالد الفيصل وحقيقة الجميع حقيقة فعلا قدمت كل ما لديها من فرق تطوعية وعدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 2200 أسرة هذا في الجانب السلال كذلك سقيا الماء بدعم من مبارة وقف الملك عبد العزيز العين العزيزية حقيقة دعمنا بأكثر من ثمانية ريالات استفادنا أكثر من 2000 أسرة حقيقة في المحافظة فهذه المبادرات حقيقة قمنا بها أثناء الجائحة كذلك كان هناك مبادرة حقيقة اهتمت برجال أمننا ولا يخفى عليك كيف كان دورهم العظيم في أثناء الحضر ووجودهم في مراكز التفتيش فقدمنا مبادرة أسميناها شكرا رجال أمننا وهي عبارة عن حقيبة صحية وضيافة تقدم لرجال أمننا في مواقعهم خلال فترة الجائحة جميل كانت حقيقة بشراكة من محافظة الجموم أمسي على سعادة الأستاذ فهد منير القثامي حقيقة وهو من الداعمين لنا في الجمعية هذه الصورة من المبادرة؟ هذه إحدى البرامج التي قدمناها في الديوانية الأسرية في مركز الدفاع المدني من المحافظة دفاع المدني نعم الدفاع المدني جميل فحقيقة هذا من ضمن المبادرات التي قدمناها هذا الحديث انساق وهذا كنت كان سؤالا مستحقا مبادرات التي قدمت في أثناء الجائحة فأنت ذكرت السلال وذكرت سوق الماء ومبادرة رجال الأمن شكرا رجال الأمن هل هناك مبادرات أخرى تريد تذكرها في ما يتعلق بنشاط الجمعية خلال الجائحة؟ نعم طبعا نحن كجمعية حقيقة أسرية قدمنا حقيبة من البرامج التوعوية وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات والصور التي توعي بالجائحة قدمت مجموعة من المسابقات التي تخص الأسرة وتعلم يعني في أثناء الجائحة الأسرة كانت داخل المنزل فقدمت لهم حقيقة مجموعة من المسابقات أصمم بيدي مسابقة رمضانية كانت مدة شهر رمضان كامل متعلقة بالأسرة أشارك فيها على مستوى المملكة أكثر تقريبا مشاركين أكثر من خمسمائة ألف مستفيد من خلال الموقع الجمعية تويتر كذلك قدمت الجمعية مجموعة كذلك من المسابقات الخاصة بالأبناء يعني تعرف أن الأبناء موجودين في الأسرة فكانوا يحتاجون إلى نوع من الترفيه البريفاء شارك مجموعة من الأبناء حقيقة سواء فتيات أو من الأبناء جميل اسمح لي أختم بهذا السؤال وهو يعني دعنا نعتبر حالة موجودة أنا الآن مثلا أعيش في أسرة متفككة مثلا أو بين والدي و والدتي مشاكل مثلا أو أنا مضطهت في الأسرة يعني ما أدري أي من هذه الحالات لا وأحتاج إلى دورة الجمعية في هذا الصدد فما الذي أفعله أتصل عليكم أقول شبغة وأنتم عندئذ ماذا تفعلون أعطني سيناريو كذا يعني قصة هذا تتعلق بحل البشاكل الهدف الرئيسي التواجه الأسرة حقيقة عندنا الهاتف الاستشاري الهاتف حقيقة هو عبارة عن جوال يتصل على الجوال من خلال تحديد أوقات تقريبا ثلاث أيام في الأسبوع من ستة مثلا إلى تسعة مساء يستقبل الاستشارة متخصص حقيقة في الجانب الأسري سواء كان الجانب الرجال أو جانب النساء يتم التواصل معهم وتسجل المشكلة وتعرض على المستشار من كل الجوانب سواء كان تتعلق المشاكل الأسرية أو مشاكل الأبناء أو المشاكل النفسية وتتم بعد ذلك المتابعة من قبل المستشار برقم طبعا لا يذكر اسم المتصل وإنه برقم يوضع له ثم يتم التواصل بالتالي أن تذكر فكرة اليوسرية المعلومات نعم الحافظة الخصوصية طيب هل يشمل هذا أنكم تحولون لجمعية أخرى يعني إذا كان مثلا شايلوا علاقة بحقوق الإنسان أو شخص راغب في الزواج تحولون على جمعية معنية بتزويج الشباب وهكذا نعم هناك تواصل حقيقة وفي تكامل يعني ما بين الجمعيات الخيرية والجمعيات الأسرية وفيما يتعلق بجمعيات الزواج طبعا نحن في محافظة الجموم لدينا مجموعة من الجمعيات الإغاثية فالأسرة في بعض الأحيان تكون قد من ضمن مشاكلها الجانب الاقتصادي فيحول إلى الجمعية الإغاثية ما يتعلق بالجانب الزواج واحتياجات الزواج يأخذ عندنا المستفيد شهادة دورة المقبلة على الزواج ثم يتجي إلى جمعية الزواج بمكة التنمسارية بمكة المكرمة يقدم له الدعم الأين والمادي لأن هذه الشراكة الحقيقة الجهات هي حلقة وصل يعني كل جهة تسهم في خدمة المستفيدين من الجهة الأخرى في دقيقة واحدة بماذا تحب أن تختم لقاءنا حقيقة الجمعية مقبلة حقيقة الفترة القادمة على مجموعة من البرامج المتميزة وبفضل الله علينا حقيقة انتهينا من الخطة الاستراتيجية الجمعية لثلاث سنوات قادمة نسعى حقيقة خلال الفترة القادمة إيجاد مقر للجمعية نسعى كذلك إيجاد برامج استثمارية تجعل للجمعية الاستدامة المالية وكما تعلم استادي أن الاستدامة المالية الآن أصبحت أصب في القطاع الثالث والحمد لله القطاع الثالث بدأ الآن حقيقة ينمو ويتطور ورؤية المملكة 2030 اهتمت حقيقة بالقطاع فالجمعية حقيقة الآن تواكب من خلال الخطة الاستراتيجية والتي حقيقة قدمها متخصصين في هذا المجال وهو بيت الخبرة بيت خاص بالدراسات والأبحاث الاجتماعية جميل جميل ونحن ننمو ونزدهر بوجود أمثالكم في برنامج المجد الوطن الله عزك الخير شكرا لك على تواجدك وشكرا لكم مشاهدين الأكارم على متابعتكم الطيبة لهذه الحلقة من برنامج المجد الوطن